اشتركوا في القناة نشط القلب ودواران الدم حيث عنوان الدرس الاول يتمثل في النبض ودقة القلب اما عنوان الدرس الثاني هو تكيف القلب مع الجهد العضلي ولكن وقبل التعرف على هذين الملخصين وشرح الدرس وان كنتم لاول مرة تشاهدون قناتنا التعليمية تلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الاعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون اطالع على بركة الله نبدأ اولا بدرس النبض ودقة القلب القلب ينبض باستمرار ويظهر نشاطه من خلال اولا دقاته فدقة القلب هو مظهر لنشاط القلب والدقات يمكن لنا ان نحس بها بوضع اليد فوق القلب مباشرة ثانيا من بين المظاهر التي يمكن ان تكون كمظهر لنشاط القلب يوجد ايضا ما يسمى بالنبض هذا النبض الذي يمكن جسه في عدة اماكن في الجسم حيث تظهر امامكم وكما تشاهدون في هذه الصورة هذا الرسم المتمثل في هذه النقاط الحمراء والتي هي مناطق تحسس نبض القلب بحيث اذا اردنا ان نتحسس النبض ما علينا الا ان نضع اصابع يدنا فوق هذه النقاط الحمراء في جسمنا بحيث سوف نحس كأن هناك دقات للقلب وهذا ما يسمى بالنبض وكتعريف لنبض القلب هو عدد دقاته اي دقات القلب في دقيقة واحدة من الزمن فعندما نضع يدنا على القبل مدة دقيقة كاملة تلك الدقات التي نحسبها تسمى بنبض القلب الان كيف يمكن ان نحسب عدد دقات القلب نحسب عدد دقات القلب في 30 ثانية اي نضع يدنا لمدة 30 يد ثانية في القلب ونحسب عدد الدقات ثم نقوم بحساب الضعف اي نقوم بحساب الضعف ذلك العدد المتحصل عليه خلال 30 ثانية لنعرف عدد دقات القلب في دقيقة فمثلا في 30 ثانية تحصلنا على 35 دقات نضربه في إثنان سنجد سبع دقيقة ومن بين الأشياء التي يجب أن يفهمها التلميذ أيضا أن دقات القلب متلازمة مع النبض فعدد دقات القلب هي في نفس الوقت نبض القلب الذي نتحسسه في تلك النقاط الحمرة ننتقل الآن إلى الدرس الثاني والذي عنوانه تكيف القلب مع الجهد العضلي يستجيب القلب لزيادة الجهد العضلي بزيادة نشاطه ومعنى هذه الجملة بأن القلب يزداد نشاطه كلما ازداد جهدنا العضلي والعكس صحيح سوف نشرح ذلك في نقطتي أولا عند زيادة الجهد العضلي تزدد دقات القلب ويتسارع النبض فعلا فمثلا عندما نقوم بممارسة الرياضة أو أي جهد عضلي تزدد دقات القلب ونجد النبض يتسارع أما عندما ينقص الجهد العضلي يستعيد القلب نشاطه فمثلا عندما نكون في حالة راحة نجد بأن القلب لديه دقات عادية جدا وليست متسارعة ولكي نفهم جيدا ما قلنا هنا في هذه الجملة الثلاثة نأتي إلى تصحيح التمرين الأول المتواجد في الكتاب المدرسي يقول اربط بين نشاط القلب والجهد العضلي المناسب له لدينا هنا الجلوس ثم المشي ثم الجري معنا في حالة راحة ثم جهد عضلي كبير لدينا هنا عدد دقات القلب في الدقيقة 95 دقات أو 7 دقات أو 110 دقات ونبدأ بأول نشاطه والجري مثلا الجري هو جهد عضلي كبير إذن سوف تكون عدد دقات القلب كبير جدا فهنا نربطه مع 110 دقات في الدقيقة أما فيما يخص المشي هو نشاط عضلي متوسط عادي جدا إذن سوف تكون عدد الدقات أيضا متوسطة فنربط المشي ب95 دقات في الدقيقة ليبقى لدينا الجلوس هو حالة راحة هنا يكون عدد دقات القلب قليلا بالنسبة للآخرين إذن نربطها مع 70 دقات في الدقيقة